موسيقى مساء الخير إلى العناوين موسيقى مع ظهور تشات جي بي تي هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على وظائف البشر؟ موسيقى وتساؤلات حول تغير جغرافيا الأرض وخرائط العالم ما الحقيقة؟ موسيقى مواطنة أمريكية تكشف سر التعلق بالسعودية وتشرح أسباب الصورة الخاطئة في بعض الإعلام الأمريكي موسيقى بساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي والبداية كالعادة بأخبار يا هلا في امتداد للدور الإنساني السعودي الكبير منذ بدايات الأزمة في السودان حتى اليوم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا قبضت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة ججازان على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر وعجر استكمال الإجراءات النظامية الأولية في حقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهات الاختصاص كرم معالي وزير الإعلام سلمان الدوسري مصور وكالة الأنباء السعودية نزار معتوق والذي نجح في التقاط صورة لمجندة بالقوات البحرية الملكية السعودية وهي تحمل طفلا لأحدى القادمات من السودان ممن تم إجلاؤهم على ظهر السفينة أثناء رسوها بقاعدة الملك فيصل البحرية حيث تناقلت وسائل الإعلام العالمية صورة التي حققت انتشارا واسعا معي على الهاتف الآن المصور الفناني الأستاذ نزار معتوق مصور وكالة الأنباء السعودية واس أستاذ نزار مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج مساء أنه أراضيك على أحنا شفنا الصورة شفنا الأصداء اللي حولها شفنا الانتشار الواسع اللي حققته نبارك لك هذا النجاح لكن إلى الآن محد يعرف الكواليس يعني احكي لنا بالتفصيل وش اللي صار من البداية إلين التقاط الصورة توقعك لمدى انتشارها من عدمه أثناء تواجدي وشيرت من الله الرحمن الرحيم أثناء تواجدي مع السملة في فرصة الصور إحدى سفن الإجلاء القادمة من السودان وعند صعودي والشفينة ثم أخذ عزد من اللقطات وكانت كل اللقطة بوصف عمل معين أو تأخذ زاوية مختلفة عن اللقطة الثانية ولكن بصراحة لفتت نظري المجندة السعودية وهي حامل الصفيل فستهوتني اللقطة وأخذت الله منك الحمد أنا اللي أعرفه أستاذ نزارو صحح لي يعني دائما المصورين أو الفنانين التشكيليين المخرجين إجمالا بعض اللقطات عندهم يكون فيه رهان بين وبين ذاته أنه هذه رح تحقق شيء كان هذا الرهان والإحساس والشعور موجود عندك لحظة الالتقاط ولا لا نعم وكيف تعاملت مع الأصداع بعدين اللهم لك الحمد الله وفقني أنا أخذت اللقطة لما شفت المجندة ويشايلة السفلة استشعرت أن هذه اللقطة غير عيدية فأجرت الله ملك الحمد بتوفيك من الله والثقصها ووفيك الثقاطة وانتشرت وكان لا صدر الله منك الحمد الحمد لله وأنت تستاهل كل نجاح قبل أيام يوم الأربعاء تحديداً انتشرت أيضاً صورة كانت تكريم من معالي وزير الإعلام من أستاذ سلمان الدوسري لك يعني جراء التقاط هذه الصورة والانتشار اللي حققته كيف انطباعك عن هذا التكريم؟ تكريم معالي وزير الإعلام لي كان له بالغ الأسر في دعمي معنوياً وحافظ كبير جداً ببذل مجهود أكبر لخدمة الوطن وفيادته الرشيدة نعم شوف تفضل ولا يفوتني عبر قناة روتانة برنامج يا هلا أنا أتقدم بالشكر والعفقان في معالي وزير الإعلام من أستاذ سلمان الدوسري والشكر موطول لسعادة رئيس هيئة وكالة منبات سعودية الدكتور فاعدة العقران ولكل من ساعم في دعمي وظهوري بهذا المظهر المشاهد جميل أستاذ نزار إحنا دائماً في الإعلام في مواقع التواصل في كل مكان نقول كلام حقيقي لكنه على الصعيد النظري أنه يا جماعة تروا مثل هذا التكريم يعطي حافز للمبدعين يشجعهم يعطيهم انطباع جيد على الصعيد الشعوري المعنوي الشخصي فعلاً هذا التكريم أعطاك هذا الحافز؟ نعم أعطاني أكثر جافع للإبداع أني أبدأ وأني أتعلق وأني نقول الحدث الله أم لك الحمد للشيء الحمد لله أخيراً هذه الصورة عرفتنا أو عرفت الجمهور اللي ما يعرفك على نزار معتوق لكن نزار من سنوات طويلة وهو في هذه المهنة تمام؟ ما الذي يعرفك أو علمك إياه التصوير واليوم تحس أنه تتويج لهذه المسيرة؟ خلال هذه السنوات كلها يعني ما الذي تعلمته من دخولك لهذا المجال؟ تعلمت الكثير في مجال التصوير تعلمت أن الصورة ممكن تصنع خبر ممكن لقطة جميلة إبداعية تأثر نعم تعلمت الكثير كم سنواتك مع التصوير أستاذ نزار؟ 23 سنة ما شاء الله خلال 23 سنة اليوم إذا استعرضت أهم اللقطات وأقربها لك اللي التقطتها إيش هي؟ قل لي صورة أو صورتين في صورة التقطت في يوم التعتيج تمام والصورة هذه نفسها حجل لقطة المجندة طيب إذا لك كلمة أخيرة قبل ما أودعك حاب تقولها أو رسالة تبغى توجهها المين وإيش هي؟ الله أكرمك أتمنى من جميع المصورين والإعلاميين والزملة أنهم يبدعوا إن شاء الله أستعبهم وجهدهم ما يروح على القاضي بإذن الله تعالى بإذن الله أستاذ نزار معتوك شكرا جزيلا لك ومن نجاح إلى آخر بإذن الله تعالى أنا أشكر لأستاذ نزار ثلاث مرات الأولى على قبول ودعوة البرنامج الثانية على المحتوى الثري والرزيم اللي كشفوا في هذه الحلقة والثالثة على إنه غالب يعني تعبوا يعني هو يمر بوعكة صحية بسيطة وإنه قبل أنه يطلع معنا وكان ودنا أن نوسع اللي قالي أكثر من كذا ويكون حضور تلفزيوني لكنه حقيقة أكرمنا بهذا الظهور رغم الوعكة فشكرا جزيلا له وإن شاء الله إلى مزيد من النجاحات للاستاذ نزار ولمجمل المصورين السعوديين عودة إلى أخبارنا أصدرت وزارة المالية تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول لهذا العام موضحة أن إيرادات ميزانية الدولة بلغت 280 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023 ومشيرة إلى أن 283 مليار ريال نفقات ميزانية الدولة و102 مليار ريال إيرادات غير نفطية لميزانية الدولة و178 مليار ريال إيرادات نفطية وصلت طائرة سعودية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة قادمة من السودان وعلى متنها 90 من رعاية الدول المختلفة يأتي ذلك استمرارا لجهود المملكة الإنسانية في إجلاء رعاية الدول الصديقة والشقيقة إلى جدة تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم تسمعون عن تشات جي بي تي الثورة الجديدة في الذكاء الاصطناعي ما التفاصيل الخاصة بها؟ الإجابة بعد هذا الفاصل حياكم الله مجددا في أحلى إتشات جي بي تي أصبح الحديث عن هذا الموضوع بمثابة ثورة في الذكاء الاصطناعي بين من يرى أن هذا فتح كبير وجميل وتطور رائع يجب الاستفادة منه وبين من بدأ يتخوف من حضوره الطاغي والكبير إلى هذا الحد ما هو تشات جي بي تي؟ إلى أين سيأخذنا؟ ما الواقع اليوم؟ هل كل ما يقال عنه حقيقة؟ أم هناك مبالغات معينة؟ كل هذه التفاصيل وأكثر فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي سأعرفها مع ضيف الكريم الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم المسلم وهو الباحث والمتخصص في الذكاء الاصطناعي والحوسب الكمية وأيضا يحمل شهادة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة أكسفورد دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعم مساء النور بلاك سعد وجودي معكم اليوم للي إلى الآن ما يعرفه شوش شات جي بي تي بالضبط كيف تشرحه ببساطة؟ شات جي بي تي أول شيء أكد على كنا من قلته أنا شوف نفسي من ضمن الحزب لأنه شيء تاريخي حدث تاريخي وفتح في الذكاء الاصطناعي لأنه حل مسألة يعني كانت معضلة في تاريخ ذكاء الاصطناعي ومسألة اللغة شات جي بي تي بي تي باختصار تقدر لو انبسطة يعني شفت جوجل كيف تفاعل معه لكن كأنه بينك وبين جوجل شخص بنعادة تقريبا هذا الاحساس يعني الطريقة اللي تتفاعل فيها معه تتفاعل معه بلغة طبيعية جدا زي زي الإنسان يقدر يبتكر يقدر يبدع يقدر يلخص يعني مسألة اللغة اللي كانت حاجز في أرقوتهم في تطور ذكاء الاصطناعي فترة طويلة انحلت اليوم بوقف انت جملة زي وزي الإنسان اليوم اللي جالسين نسمع عن الشات جي بي تي كله حقيقي انه في ثلاث ثواني يعطيك مقال مترابط الأفكار مو بس بحث ومعلومات ايه لا 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 صحيح يعني أنا في المجال وأقول كما دخلت قبل عشرين سنة تقريبا هذا الحلم اللي كاننا بنوصل له يعني كلنا في مجال ذكاء الاصطناعي كان تقريبا هذا الحلم اللي بنوصل له متى نقدر نوصل لمرحلة انه نتخاطب مع الجهاز ونتفاعل معه كأنه بني آدم صح في بعض القصور الحين بس أنا أقدر أقول لك نزيمة تقول راحل كثير باقي القليل باقي الرتوش يعني المسألة الصعبة اللي هي اللغة اللي تميزنا كبشر يعني لو تفكر فيها مملكة الحيوانات فيها يعني قلتهم بظائف كثيرة ذكية نشترك معهم فيها يعني مثلا بعض الحيوانات يقدر يميز كشخص في بعضهم عنده عواطف في بعض عندهم مثلا قدرة على التواصل بس اللغة الطبيعية اللي خلت البشر بشر وقدروا يتحاولون مع بعض وصارت تكونوا مجموعات ومجتمعات اليوم نشوفها في الآلة فهذا الشي القفزة النوعية اللي خلت إلى الظهر قبل يومين أو أمس الظهر رئيس وليات المتحدة بايدن اجتمع مع يعني علماء وقادات في الذكاء الاصطناع عشان ينقشون واش نسوي الان في موضوع شات جي بيتي الوصل لهذا الحجم طيب ايش نسوي باقي؟ اليوم شات جي بيتي غير انه يكتب مقالات غير انه يفهم عليك غير انه يتحاور معك ايش جالس يسوي؟ كيف ممكن تستفيد منه؟ لا خلني اقول واش جالس يسوي في العالم وبعدين نشوف كيف نستفيد منه والله اهدد اول شي مهارات كثيرة يعني يعني على مسأة الوظائف مثلا يعني الوظائف عبارة عن مجموعة مهام يعني كل وظيفة تطلب مهارات معينة في حنا كنا محميين بالمهارات اللغوية اللي إلى الآن الحاسم ما كنا نقدر نسويها فالمهارات اللي الوظائف تحتاج مهارات يعني لغوية معينة مثلا الكتابة التحرير التلخيص التأليف كلها يعني صار اللجات جيبيتي يقدر سويها تقريبا إلى نسبة كبيرة منها إلى نسبة كم؟ والله أنا أقول إلى ثمانية بالمئة ثمانية؟ ثمانية بالمئة يعني الآن وظائف الكتابة والتحرير مهددة بالإلغاء البشري نتيجة تطور الشات جيبيتي فيها؟ هو بس لازم يفصل هنا يمكن باللغة الإنجليزية أكثر بكثير من اللغة العربية لأنه شات جيبيتي مدرب على بيانات باللغة الإنجليزية فالبيانات المدرب عليها باللغة العربية نسبتها ضئيلة جدا فلما تجرب تكتب للشات جيبيتي مثلا سؤال أو تطلب منها طلب باللغة العربية وتقارنها باللغة الإنجليزية فرق كبير جدا فقط فرق نسبة البيانات المدرب عليها فأنا أتوقع الآن يعني أغلب الوظائف اللي تحتاج مهارات لغوية يعني من أبسط مثال أنت صحفي وصار خبر اليوم وأقول لك يلا حرر لي خبر عن اللي صار أمس مع بايدن وكيف يجتمل هذه صارت تقريبا مؤتمة في ساطر واحد تكتب شات جيبيتي بس طبعا شات جيبيتي حاليا إلى عام واحدة عشرين موقف مدرب إلى عام واحدة عشرين بس مستقبل هم بيصير يقدر يحدث نفسه بنفسه فلو بتكتب تحط خط فاصل شوفوا إش الأشياء اللي تحتاج مهارات لغوية هنا علقوتهم البديزة حملة دكتور قولا واحدا الصحفيين مهدد وظائفهم بسبب شات جيبيتي أنا صعب عليك تسمع بس أنا أشوف أنه صحيح صحيح مهدد ممكن يحرر الخبر في كم إذا عندها وصول المعلومات في ثانيتين ثلاثة الخبر جاهد مصاغ معد بمعلوماته ببياناته بكل شيء يعني بالإطار الصحفي المتعرف عليه أنت تقدر تعطيه حتى الإطار اللي تحتاجه ممكن تقول له تعطيه إطار وتقول له خلاص شفت هذا الإطار أو باك تكتب لي مقال ثاني على نفس النمط هذا أنا أعطيك مثال غريب يعني مثلا تقدر تقول له اكتب لي تغريدات بطريقة دونالد ترامب عن مدري الجنادرية أي ويبدأ يتكلم كأن ترامب يتكلم على الجنادرية يعني ما قد شفت ترامب يتكلم على الجنادرية بس هو عارف أسلوب دونالد ترامب وعارف معلومات الجنادرية يقدر يختلق لك عرقوتهم عارف أسلوب ويتقمص الأسلوب تقدر تقول له مثلا يلا تعطيه فيه ونس سووها أعطيه سؤال وقال جاوبك أنك واحد العيكيو حقك 200 فأتجرب كأنه مثلا واحد عمره 20 يعني واحد عمره 5 فأعطيك نفس الإجابة مختلفة كطفل، كمراهق، كبالغ، كعالم، كمثقف، كمنحاز، كمتطرف شيء مخيف اللي قاعدين نشوفها طيب هذه الدقة أنتوا كيف تقيسونها كمتخصصين؟ دقيقة جداً أو لا باقي؟ أنا ما أقدر أقول دقيق أقدر أقول إنها صحيح فيه فرق بين الصحة والدقة يعني مثلا وقوعك حن في الرياض هذه معنوة صحيحة لكن ليس دقيقة صح؟ مثلما أنا أقولك أنا مثلا في استوديو MBC معنى دقيقة بس إنها غير صحيحة يعني أنا في استوديو رتان فهو مو دقيق بالمعنى اللي نفهم أنه يعطيك معلومات دقيقة لأنه أحياناً يبدأ يعطيك معلومات مغلوطة شوي أوكي لكن حول إيه بس إذا هو في هذه المرحلة واصل إلى هذا المستوى معناته بعد سنتين ثلاثة شبه يسوي إيه بالضبط يعني أنا زي ما قلت لك حن الحين أقدر أقوم في مرحلة راحل كثير باقي القليل طيب اليوم دكتور بكل كذا صراحة وشفافية مطلقة إيش الموقف من التشات جي بي تي هل يجب على المجتمعات والأوطان والناس إنها تتجه إليه وتستفيد منه وتوظفه ولا تحد منه لأنه إحنا جالسين نشوف تصرفات كذا وكذا في ناس خايفين ويبغون يوقفونه ويمكن في بعض الدول أخذت بعض القرارات للحد منه إيش الموقف؟ أنا رأيي أشوف أنه ما تقلت وقف أصلا يعني خلاص تقنية يعني متعلم بالتاريخ يعني تذكر خبر ممنوع دخول الجوال بكاميرا بيصير ممنوع دخول جيوتي بتي زي وحتى يعني على مستوى حتى أقدم بكثير يعني أول كانوا الناس ضد الكتابة كان الكتابة يشوف أنها يعني وأنك تقرأ من كتب العلم أول كانك تروح تتلمذ عند العالم عرفت عليه حتى عندنا فأنا عاربه وش كان يقولون أول كان من كان شيخه وكتابه فخطأوا أكثر من صوابه عرفت عليه وما في واحد يقول تعلم في جامعة كذا أو جامعة كذا من أجازك أنت أي شخص وأي ذا فأول حتى أول ما طلعت الكتابة يعني حاربوا كتابه طلعت الطباعة حاربوا الطباعة حتى الناس كانوا يقولون الطباعة أول خلاص معلومات عند الكل أول ترى كانوا يعيبون على اللي يقرم الكتاب الحين لاحظ نظرة مختلفة اللي يقرم الكتب والمثقف فأنا أقول يعني بدأي ما أنت تحارب هذه التقنية حاول كيف تتبنىها وكيف أنك تستخدمها بالشكل الصحيح لأنها جاية لا محالة لا محالة لا في خيار شفناها في التاريخ كذا مرة لا يمكن توقف وجه التقنية الناس بتتبنى الأشياء اللي بتسهل حياتها واللي أكثر دقة وأكثر صحة وفلا يصير شكلنا بكرة زي اللي منعه جوا كاميرا طيب غير الصحافة إيش المهام الوظيفية اللي قادر يأديها تشات جي بي تي اليوم وممكن إنها تتعلم في البرمجة مثلا هو الحين زي ما يقدر يكتب لك سياغة صحفية صحيحة ومترابطة تقدر تقول لها اكتب لي برنامج كود معين يكتب لكها بأي لغة وحتى لو عطيتها كود معين يشرح لك إياه باللغة الطبيعية لو تعطيه كود تقول بالله يشرح لك كود هذا وش يسوي يشرح لك الكود وش يسوي فموضوع البرمجة أنا أحس إنه المبرمجين ما راح ألقوتهم فجأة يعني ما يستبدل المبرمج قد ما هو خلاص يعني يحتاج مبرمج مشرف زي ما الحين مثلا أول كان فيه كذا كاشير بأنصار فيه كاشير مشرف على كاشيرات واتوماتيكية البرمجة أيضا هذه أحد الأشياء اللي شفنا فيها قفز أنا أقولك أنا طول أمر يا برمجة ومضمها للصحافة يعني شوف أنا وياك ألقوتهم الحشر مع الناس عيد أنا حتى برمجة أنا مهدد يعني آه طيب في وجهة نظر معينة دكتور اليوم واحد ممكن يقولك يقولك في النهاية في النهاية هو عبارة عن آلة وأنا اللي أحط مدخلاتها وأنا اللي أتحكم فيها يعني لو لا الوجود البشري فلا وجود للتشات جي بي تي هذه إلى أي مدى هي صحيحة اليوم أنا شوف هذه نظرة يعني شوي قاسرة لأنه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ فالذكاء الاصطناعي نحن اليوم في مرحلة حسنا نقدر نتحكم فيها لكن مستقبلا ممكن يكون في مرحلة على قوتهم خلاص خرج المارد من القمقم ما تقدر على قوتهم ترجل طيب دكتور احنا كنا نسمع في البدايات احنا غير المختصين انه تشات جي بي تي هذا عبارة عن ريبوت بعدين شفنا انه لا اداة موجودة تقدر تستخدمها هو يعني بالضبط ايش الشكل الحالي لتشات جي بي تي شف ببساطة شات جي بي تي وش وظيفته هو يحاول يتنبأ بالنص يعني تعطيه مثلا هو الآن اداة منصة اداة بس ليس معنات انه ما في خطورة يعني احنا بحاول لخصك يعني الان شات جي بي تي وش مدرب عليه هم قالوا للشركة او بري اي شف انا بعطيك نص وحاول تتنبأ بالكلمة اللي بعدها ويجلسوا يدربون اليه مصاري علاقاتهم ممتاز في الشغلة هذه تعطيه نص مثلا دول السلام عليكم ورحمة يكمل يكمل زي ولا لا واضح حوال السياق فمو بس يعارف يكمل الكلمة اللي بعده يقدر يعطيه كلمة ويقول وش اللي في النص ووش اللي قبل وهكذا فانت الحين لما يصير عندك جهاز تعطيه كلام ويقدر يتنبأ باللي بعده انت تقريبا كانك صناعت جهاز يقدر فاهم الكلام لانك كيف تقدر تتنبأ بالكلام اللي بعده الا انت فاهم الكلام اللي قبل طيب علا يعني لما لما سمعت فكرة انه يكتب مقال مترابط في دقيقتين او ثلاث صارت الدقيقتين زمن طويل هذا يعني انه هو جالس يبتكر ويفكر تمام لين واصل هذا الابتكار والتفكير مثلا مثلا ممكن يكتب قصيدة ممكن بس بالعربي لو بتجرب العربي يطلع سيء لو بتجرب انجليزي بيطلع افضل هل وصل لمستوى الشعراء اللي باللغة الاصلية الانجليزية لا بس يعني ما الفجوة صارت اقل بكثير يعني يعطيك قصيدة بس مو شرط اللي علقاتهم يعني تقدر ممكن تعطيك يعني تقدر خليك تساعدك في التفكير كشاعر هل ممكن يرسم لوحة شات جي بي تي لا بس في برنامج تاني اسمه دال اي هذا دال اي نفس فكرة جات جي بي تي بس بالصور دال اي هذا تكتب له مثلا تقول مثلا رجل سعودي في الفضاء عرفت عليه يرسم لك واحد مثلا لا في الشماء وعقار في القمر من الوصف يحولها الى صورة الى صورة او الى رسمة يعني ممكن يدخل على خط الفن التشكيلي تقدر تقول له ابغاها رسمة ابيض اسود تقدر تقول له رسم قرم الوصاص تقدر تقول له صورة ابيض اسود تقدر تقول له رسمة بالزيت طيب الان الابتكار الابداع اللي هو جالس يسويه هذا يقودني الى سؤال ما اعرف مدى منطقيته وسامحني اذا ما كان منطقي السؤال في حوار قبل فترات جالس يدور وما زال يتطور هل ممكن يوصل الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي اجمالا كعلم الى فكرة الاحساس والشعور الاحساس والشعور شف انا في رأيي نعم لانه نعم ايه احساس والشعور هو مجرد انا احساسي تجاهك صح ولله ايه وهذه عبارة عن تصرفات انت الحين كيف عرفت اني مثلا حاس مثلا مني محترمك ومقدرك وهكذا من تصرفاتي انت ما تقدر تعرف وش جوه مخي بالضبط فهمت علي فهذه يجب ما تقول يعني مدرسة في الفلسفة السلوكية انت الحين اذا عندك مجموعة السلوك هذي التصرفات هذي اذا حطت عليها تشيك بوكس فانت معناته انك تحس انت حلوقك عرف الاحساس تقدر تطلب لي امثلة وكيف تعرفت ان انا مثلا انت قال يمكنني روبوت في العاصر هذا لا تستبعد يعني فالناس ما لها للظاهر شف هل الانسان يفكر هل الالة تفكر قلت سأله واحد ناس يسمى والله قال هل الالة تفكر قال هل الغواصة تسبح يعني يعني انت اليوم كمختص تقول نعم الذكاء الاصطناعي يمكن انه يصل لمراحل الشعور والاحساس والتفكير ويكتب باحساس يشعر فيك ويكتب ما تريد وانت شعوريا حالة حب حالة حزن حالة جفاء حالة صداقة حالة ولاء كله انا من حواري معك احس انك ماش جربت شات جي بي تي منذ طويلة جربتها بل طويلة لا انا جربته بشكل بسيط لكني قرأت عنه كثير وسوينا حوار سابق مع الدكتور خلود المانع عنه ايه كده بكل صدمة ايه لا انا اقول لك ما في شي نظريا يمنع اننا نصنع ذكاء مو بس يوازي الذكاء البشري بكل مهامه بل يتفوق عليه لان انت في النهاية ذكائك وش مخك في النهاية الذكاء الاصطناعي تقدر تعرفه بمجال صناعة مخ اصطناعي وفعلا الشات جي بي ترى مستوحى من عملية تصيف المخ تسمع الشبكات العصبية الاصطناعية هو مبني على هذا الشي فنظريا ما في شي يمنع اني انا اسوي ابني زي مخك هذا بس نسخة اصطناعية اول كانت مشاكل هندسية فهمت عليه فالحين بدوا يتغلبون عليها فالاول كان مثلا ما كان عندنا الاجهزة والبيانات الكافية اننا نقدر نطلع نموذج ذات الشات جي بي تي الحين خلاص هنا قاعدين نشوف يعني كأنه مجال تلك الاصطناع كان يحاول اسنع طيارة واليوم شفنا طيارة الطير الطير ارتفاع من خفض ما تشيل الراكبين مسألة تطير تطير بكرة الطيارة تتطور و تصير اسرع و تحلق اعلى و تحلق اسرع و تشيل ركاب اكثر المسألة اللي باقي تطوير المعضلة انحلت واضح والله يا دكتور الحديث معك لا يمل و احنا بنمدد الحوار معك اذا تسمحنا ناخذ فاصل و نكمل بعد اذنك فاصل و نكملين باذن الله موسيقى حياكم الله مجددا في اهلنا نتحدث عن ثورة الاتشات جي بي تي ضيفي هنا في الاستيديو الدكتور ابراهيم المسلم و خلوني اعيد و اقولكم مين الدكتور ابراهيم المسلم علشان اللي ينقل عنه في هذه الحلقة يعرف هو ينقل عن مين هو باهث و متخصص في الذكاء الاصطناعي و الحوسبة الكمية و ايضا يحمل شهادة الدكتورة في الذكاء الاصطناعي من جامعة اكس فورد بمعنى انه اليوم نحن نتحاور مع رجل متخصص جدا في هذا الجانب و هذه النقطة نحرص عليها كثيرا في اهلاء حتى نعطي المعلومات الاكيدة من اصحاب الشأن لانه بكرة في مواقع التواصل وبغيرها بتلقون حوارات كثير عن التشات جي بي تي من مختصين و غيرهم و كل واحد يحك معلومة من راسه فيهمنا انها تكون من مصدر موثوقة راح فيك مجددا دكتور لا هيك اليوم هل يمكن ان نصل وهذه من الاشياء اللي كان فيها شويات تخوف يعني بس انتو كمختصين الى جيوش من الذكاء الاصطناعي تحارب من الروبوتات اه يعني في الحروب ايه والله يشوف احنا شايفين اول تطورات شركة بوستن دايناميك موضوع ممكن كثير مرة عليهم مقاطع هذا الروبوت اللي يعني قلت بسيوه حركات بها لوانية لكن هذا في مجال ايه بتقول ذلك الحركة اه وبعدين صار في ايضا تطور في مجال مثلا البصار في الحاسب اللي مثلا يتعرف على الوجه ويتعرف على هذا وصار في تخوف الان اتبج معهم على قلتهم اللغة عرفت عليه فزي ما تقول انه هذه زي ما تقول طبق اخرى هل ممكن تستخدم في الحروب على قلتهم جنود على الارض هذه تتطلب على قلتهم حوكمة جديدة في اخلاقيات الحروب يعني في اخلاقيات الحروب ترى في قوانين وفيها زي مثلا منع استخدام القنابل الكيميائية الغازات النووية ففي هذا الجدال ترى في موضوع ذكاء الاصطناعي لانه بتجي تقول ذكاء الاصطناعي في الحروب اول واحد يقول لك ويش ذكاء الاصطناعي يعني ذكاء الاصطناعي ترى كلمة فضفاظة الناس تطلقها على برنامج سخيف وناس تطلقها على الاشياء اللي زي ما شفنا في جي بي تي ففيه ترى مجال هذا على قوتهم اخلاقيات الحروب وكذا في بعض الدول ترى شافت انه الذكاء الاصطناعي يحتاج الى زي ما تقول القوانين الحالية على قوتهم يضاف لها وبعضهم شافوا يقول له هذه نفس القوانين القديمة تشملها انتفهمت عليه ففي هذا الجدال لكن صار توجه لبوضوع جيوش تحارب ولا ما زال اه ما اعتقد لا يعني حد علمي في جيوش تحارب الذكاء الاصطناعي يعني نشفنا فيديوهات منتشرة لروبوتات تتدرب على اطلاق النار تتدرب على المواجهات قتالية ترى هذه بعضها يعني بعدين طلعت انه لا هذا العبار عن اعلان وفروم وفي افلام ايه بالضبط هل صار في توجه طبعا المشاريع السرية صح مين بي على السطح وحش يقدر قولك لكن اللي موجود فيه تطبيقات ذكاء الاصطناعي اللي مثلا تقاه فيه الطائرات بدون طيار بعض التوجهات الصواريخ الموذكاء الاصطناعي اللي خلو نسميه اللي بمستوى شات جي بي تي هذا العام اللي طيب اليوم دكتور احنا في 2023 ونشوف الى وين وصلت شات جي بي تي و 25 ما بسألك عن المستقبل البعيد القريب جدا الى وين متوقع يوصل ابغى كذا نظرتك انت كمختص والله انا نظرتك كمختص اشوف انه الناس بتبدأ تحاول يعني تواكب ذكاء الاصطناعي بانه تنتمج معه وانا اشوف ان هذا الحل اصلا لانه الحين حنا عايشين في مرحلة اللي هو ذكاء الاصطناعي الرقمي اللي كل ما قلنا نطوره الى ما يصول الذكاء اذكم البشر في مسار ثاني اللي هو الحين الحاسب اول كان عقوة بحجم الغرفة بعد صار حجم المكتب بعد صار حجم الجيب حين صار عقوة ملتصفين التساقن في الحين بعض الاجهة الالكترونية صارت تدخل في الجو جسمك يعني زي القوقع الاصطناعية وبعض الاشياء اللي تضعف المخ اللي عندهم مرضى الاتعاشة وغيره انا اشوف مستقبل القريب الحل الوحيد لمحاول الذكاء الاصطناعي اني ما يسرقك منك عرقوتهم انك تندمج معه انه يصير الذكاء الاصطناعي يجوز منك زي ما انا الحين ما اقدر استغني عن جوالي ما اقدر استغني عن ساعتي زي والله الواحد من ينولد عرقوتهم يتركب فيه شريحة وموجودها شركة نيرولينك هذه اسسها إيلون ماسك شريحة تتركب في الدماغ البشر بس ما بعد طبع انك فيها مرحلة تجارب وكذا جربوها على حيوانات وفعلا جربوها على بعض الحيوانات واتطورت قدراتهم الذهنية انه الشريحة وش تسوي بالطبع الشريحة تطور قدراتك الذهنية يعني انت الحين وش فرق بينك بين شات جي بي تي انه قدراتك الحفظ يعني مي بزيه قدراتك في المعالجة مي بزيه بس كذكاء هو أصلا مستغير فكرة مخك بس هو زي ما تقول نسخة الكترونية فانت الحين زي ما تقول اركب فيك زي شريحة جوه تساعدك انك تخزن وتعالج ببيانات بشكل أسرع بعتك مثال ثاني عشان ما يبان كأنه خيالة انت الحين مثلا لو أخذت جوالك وقلت لك اشتغل كذا بدون جوال أو شهر بيضعف أدائك مؤكدا صح والله يعني انت أدائك كان خنقل مستوى خنقل مثل 90% لاني بعد تبدع عليه في المعلومات في الأفكار في البحث عن بيانات عن أرقام عن كل شيء بالضبط فانت الحين بنقفض أدائك سنقول 70% طب افرض رجعتك الجوال بس خصمت من ذكائك الايكيو حقك سنقول 20 نقطة بيضعف أدائك فانت الحين بنقفض 70% فانت تفكر فيها الجوال هذا يعني امتداد القدراتك الذهنية هو كان امتداد القدراتك الذهنية بس جهاز خارجي بكرة هذا بيصير داخلي يعني الأجهزة الإلكترونية هذه وترى موجودة ونقدر نسويها بس كانت المعضلة ترى أخلاقية طبية صعب انك تقول روح الدكتور تقول بسوي تجربة في إبراهيم الفرح حابة نحاول نزود ذاكرته اوكي بتقول والله عنده مرض رعاش ولا ما يسمع تسمح الأمر الطبية ذي شوي أنا في تصوري مستقبل قريب هذه بترخي شوي قيود زي ما أرخت شوي في كورونا يعني ترى أول والله العجيب يا دكتور أنك تتكلم عن فكرة عظيمة بهذه البساطة يعني الآن تركيب شريحة عفوا في دماغ الشخص هل يعقل أنه ما رح تكون لها أي تأثيرات صحية ولا طبية عليه طبعا إذا كان بتحقق الإيجابية اللي أنت تقولها بدون أي أثر صحي سلبي هذا شيء عظيم أنت بدورك أنه شيء مبالغ بس ترى أنا تقريبا هذه الأفكار ممكن لها أفكار شخصية في هذا شخص اسمه نيك بورستروم عالم في محهد مستقبل البشرية في أكسفورد تخيل محهد اسمه محهد مستقبل البشرية وشو ريفت المحهد هذا؟ يفكر بكل مخاطر البشرية بين فيها الأوبئة، النيازك، الذكاء الاصطناعي فهو خبيف ذكاء الاصطناعي ألف كتاب من زمان اسمه سوبر انتليجس وذكاء الخارق ومن زمان راسب المسارات هذه قال فيه مسار الذكاء الاصطناعي التقليدي هذا قال شوف برمجه وفيه مسار انه حتى تسوي أبلود لمخك وفيه مسار اللي يسمىها السايبورغ لمخك انت مش لمخ الروبوت ايه لا يعني كأنك ترفع زي ما ترفق ملف أبلود زين؟ ترفع يعني نسخة من مخك فصار مخك بدأ ما يشتغل بيولوجياً صار يشتغل إلكترونياً ونفس دكائك بس إنه أكثر كفاءة أكثر سرعة يعني ترى التواصل تخزن معلومات تزيد مساحة تجيب أرقام تجيب بيانات ما تمحي ايه نفسك ولا تنساها بالضبط يعني أنت الحين كانت نسخة يعني مخ مفرح ونسخ إبراهيم بس الله ما بدأ ما هو نسخة بيولوجية نسخة إلكترونية هذا الشيء قادم؟ شوف الرفع الوعي إلى الآن ما حد علمي ما في أي حتى نموذج جتبات فكرة فيه بس زرع الشرايح أوكي وزرع الإلكترونيات جوه جسمك موجودة أنا أقول لك الحين يعني أنت تخيل أبل واتش هذه لا 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 تحديداً تحديداً موضوع الشريحة الإلكترونية اللي في الدماغ أنت كمختص ومطالع للأبحاث والتقدم اللي جالس يصير هذا الشيء جاي؟ أنا أشوف أنه الحين أنا في رأيي أشجع أن نروح له لأنه كيف تتغلب على ذكاء الاصطناعي هذا؟ لأنه أشجع أن نروح له يعني موجود وجاي أولك تحفظات هذه ما ليش ترى حنا الحين في صراع بين يا دكتور موجود وجاي؟ أنا أقول لك موجود فيها وبس قادرين عليها بس أقول لك لموقفنا بعض الممارسات اللي أنا معها بس أنت الآن في سي كورونا كورونا ترى العقار طلع في كم سنتين ترى تسأل أي واحد في مجال الطب يقول سنتين ترى رقم قياس يطلع فيها عقار لازم تمر بمراحل يعني من التحكيم والتجارب وتجارب طويلة الأثر بس حنا في جائحة لازم نحل الموضوع بسرعة فأنت الحين بمقابل ذكاء قاعد يطور نفسه هذا الكمبيوتر اللي ممكن في يوم الأيام يكون أذكى من كل البشر جميعاً فهل تستنى ولا تسلح نفسك بذكاء إلكتروني على الأقل التجاري يعني أنا أشوف أنه المسار هذا حق نيك بورسم اللي يسمى مسار السايبورغ اللي أول كنا متحفظين ندخله مفوض يعني أكثر مفوضنا نشجع مسارات الثانية في بعد مسار ثالث اللي هو سماه زي الاستفاء الجيني وقد أبدو كأني دارويني الحين بس ما عليش أنا موضوع صراحة قول ايه اللي هو يعني زي تشجيع النسل أن يكون أذكى يعني زي ما الحين فيه فحص مثلا قبل الحمل وكذا أنه مثلا فيه قد يكون المولود فيه تشوهات جينية وفيه خيار مثلا الجهاز بدري إذا توقع أنه فيه مثلا أمراض معينة وقد يموت مبكر قد يكون خيار للوالدين أنه بكرة ممكن يقول والله عندي لك خبر سيء ولديك الايكيو حقه بيطلع مئة وعشرين للأسف عرفت والأم والأبو يقول لا حول ولا قوت مئة وعشرين كيف بينجوا في العالم هذا ف يقول والله هذه البكرة كم خمس سنوات عشر عشرين ثلاثين كتوقع والله شف كتوقع أسرع يعني وقت أشوف خمس يعني لو مر أقول السيناريا هذا بيصير أنه نبدأ ندخل شرائع نبدأ نجرب في البشر نبدأ تشوف علاقاتهم ملامحها على السطح مشكلة أخاف أقول رقم بعد خمس سنين لا لا أنا قلت لك كتوقع كل اللي بيشوفون هذا المقطع عارفين السؤال كتوقع من شخص مختص بس عند الإمكانيات نبدأ اليوم يبينها بس موحة وكما أخلاقية صعب أنك مجال الصحي هذا شيء يعني مرة جاد لازم ندخله بس أتوقع المعضلات هذه التشريعية خنقول في أفضل أفضل أحوال ممكن بعد خمس سنوات نبدأ نشوف خاص ما نقدر نجاري الكمبيوتر لازم على قوتهم نصافها خمس سنوات قريب جدا أخيرا يا دكتور من الأشياء اللي نسمعها أيضا إنه مجال الذكاء الاصطناعي سيدخل على مستوى الروبوتات إن لم يكن دخل إلى مستوى الخدمة المنزلية إلى مستوى الخدمة المكتبية إنه خلاص الآلة ستسوي كل شيء يغتص بأعمال البيت بأعمال المكتب وغيرها حقيقة الروبوتات الحركة هذه ما حسن وصلت مستوى اللي خلاص يعني يضاهي البشر في المرونة في الحركة يعني لا زالت محددة نوعا ما يعني في روبوت خاص في مثلا في التصنيع في روبوت خاص في المطبق في روبوت خاص مثلا لمساعدة الكبار السن في روبوت بس إنه روبوت يقدر يسوي عند المرونة الكافة إنه يسوي كل الحركات اللي يسويها البشر لحد الحين ما شفت صراحة ما أتوقع أنا موجود له دكتور شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لدكتور إبراهيم المسلم حقيقة إنه حوار ثري جدا صادم في بعض فقراته مفاجئ في بعض أخباره وسعيد في بعض نقولاته عما سيحدث لكن أكرر وأعيد إنه أحنا أردنا من خلال هذا الحوار مع هذا الرجل المختص إنه نوضح إلى وين وصل ثورة تشات جي بي تي حتى الآن وإلى وين متوقع إنها توصل مستقبلاً المستقبل مع الذكاء الاصطناعي الحقيقة يصعب التنبؤ الكامل به لكن الأكيد إنه قادم لا محالة اليوم كذا أقدار حلقتنا إن كلها قراءات مستقبلية بنروح إلى فاصل وبعد الفاصل بنلقاكم في حوار مهم جداً حول شكل الكرة الأرضية وجغرافيتها هل متوقع إنها تتحول مستقبلاً أم تبقى كما هي عليه انتظرونا بعد الفاصل حياكم الله مجدداً في أهلاء في مجموعة من الفجيوهات والمقاطع والبرامج حتى والتغريدات ظهرت تتحدث عن إنه شكل وجغرافية الكرة الأرضية الموجودة اليوم ليست هي كما كانت في الماضي ولن تكون هي في المستقبل وإنه في تغيرات جغرافية على مستوى اليابسة والبحار ستحدث وتقارب بعض الدول وتباعد بعض الدول المهم إنه طريقة الكرة الأرضية وجغرافيتها ستتغير مستقبلاً بكم يحسب هذا المستقبل لا نعرف ولذلك اتجهنا إلى المختصين في هذا الموضوع لإدارة هذا الحوار وقراءة جغرافية الأرض ومدى حقيقة ما سيتم من تغير مستقبل اللي معي هنا في الاستوديو الدكتور عبدالله العمري وهو رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض والشخصية المعروفة في كثير من الحوارات اللي لها علاقة بالجيولوجيا وبالأرض وغيرها وسبق شرفنا في أكثر من حوار دكتور مساء الخير وشكراً لقبولك دعوة في البرنامج شكراً لك أعطيك العافية كل عام أنتم بخير وانتم بخير مدى حقيقة هذا الموضوع من عدمه فعلياً في المستقبل ستتغير هذه الجغرافية وتتقارب دول وتتباعد أخرى وتتغير بحار ويابسة ولا الموضوع مبالغ فيه إذا رجعنا إلى الماضي حقيقةً كانت في الماضي عبارة الكرة الأرضية عبارة عن قارة واحدة القارة واحدة يطلق عليها قارة بنجية قبل 200 مليون سنة القارة بنجية كان يحيط بها محيط يطلق عليها محيط بان ثلاثة ودعى انفصلها القارة التي هي القارة بنجية إلى قارتين القارة الشمالية يطلق عليها هو راسيا أو أوروبا وروسيا والقارة الجنوبية كان يطلب عليها قندوانا تفجل بينهم بحر 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 تيفي بين القارتين القارة الشمالية صارت أمريكا شمالية وأوروبا وآسيا القواندالان الأخيرة الجنوبية تشكل منها الهند وأستراليا وأفريقيا وكذا بالشكل وأمريكا الجنوبية طيب بعد كذا هذا التشكيل الأساسي بعد ما تشكلت هذه وتشكل بحر كبير بينها يطلق عليه بحر تيثي بحر تيثي هذا وتشكل منه المنطقة شبل ججلة العربية قبل ستين مليون سنة كانت بحر الآن المنطقة اللي كنا فيها ديك كنا على بحر قبل كذا طيب إذن بعد كذا طلعت النظريات الأخرى وكذا تشكلت ثم بعد كذا تشكلت نظرية الصفائح وكذا فرقت ما بين هذه والسبب الحركات التكتونية والكلام هذا طويل نأتي للسؤال الأساسي طبعا الأرض جزء جزء علوي على سطح الأرض فيه ظواهر تؤثر عليه وكذلك فيه جزء فيه باطل الأرض فيه ظواهر تؤثر عليه بالنسبة للأرض ككتلة طبعا كشبه كرة لا حركتين الحركة الأولى أنها تدور حول نفسها مسببة اليوم المعروف أو أنها تدور حول السمس مسببة الفصول الأربعة التي تتغير طيب فيه عوامل طبيعية تؤثر على سطح الأرض عوامل التجوى الكيميائية والميكانيكية والفيزيائية والبركين والزلاجل والظواهر اللي نسمعها كلها بها مواهر طبيعية ودقيقة ودقيقة يعني تستطيع نحددها باليوم الخسوف والكسوف وهادي ما فيها مشكلة تأتي المشكلة الأكثر تأقيدا اللي تتعامل في باطل الأرض اللي تتعامل في باطل الأرض من سطح الأرض إلى عمق 6.371 كيلو أنت قبل قليل كنت تتناقش في موضوع الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي نجح في حاجات كثيرة بس ما هو قادر ينجح في موضوع التعامل معنا في باطل الأرض لأن المعايير اللي تتعامل معنا في باطل الأرض ليست دقيقة ما أقدر أحدد بالضبط كم سرعة الحركة اللي تتكلم عنها الصفايا 2 سانتي واحد ونص واحد وبالتالي يبني على معلومات ما يبدأ غيقة وبالتالي من الصعوب أن يقدر أقول لك أن الزلجال يحصل بعد كده أو أتنبأ بشي كده بالذكاء الاصطناعي لكن هذا يعني يا دكتور أنه أي واحد اليوم يتنبأ بحدوث الزلازل في وقت معينة أنه خاطئ وأنه الموضوع عبثي ومنه أي أساس علمي نعم مستحيل مستحيل أقدر أقول لك وفيه ثلاثة معايير المعيير الأول قوة الزلجال أو مقدار الزلجال ما عندك مشكلة أقدر أقول لك 6.5 6.7 ما عندي مشكلة مكان الزلجال خط الطول خط الأرض ما عندي مشكلة خطأ بسيط المعيير الثالث اللي هو أكثر صعوبة اللي هو وقت حدث الزلجال أقدر أقول لك يحدث في خلال شهر 6 17 بس ما قدر أحدد بطبط الدقيقة والثانية والساعة لأنه لو قدرت أحددها دي خلاص بعمل أخلاء بس معذرة منك يا دكتور إذا تسمح لي بعد إذنك أنا سبق وحاورتك وسمعت منك وإنت تقول يا جماعة تروا في المناطق الفلانية حصل زلزال قبل كذا وقد يحدث زلزال بعد كذا انتبهوا طيب من وين جاد التنبؤ هذا التنبؤ بناء على إيش هذا في تنبؤ وفي توقع إيه لاحظ التوقع غير والتنبؤ غير التوقع عاد يقدر أقول لك لكن التنبؤ لا يقدر أتنبؤ التوقع اللي يقول لك فيه زلزال يحصل بعد فترة معينة في مكان معين بناء على إيش المعايير الإحصائية وبناء على زلزالية المنطقة التاريخية يعني أنا عندي سجل زلزال لأي منطقة ألفين سنة أقدر أعرف بالضبط كم يتكرر الزلزال هذا في المنطقة هذه كل كم كل خمسين كل أربعين كل ثلاثين سنة ثم أبدأ كده أبدأ أركز على الدراسات الدقيقة في المثل كل عشر سنوات أبدأ أعرف بالضبط بس ما نستطيع أن أحدث بالضبط اليوم استحالا أسباب التالية طيب لا أقدر أحدث ليش لي لا أقدر أحدث يلا واحد السبب الأول أنه من هنا إلى باطن الأرض عندك ستة ألاف وثلاثمئة وحدة سبعين كيلو هم؟ ستة كم عندك طبقة كم عندك كم عندك اختلاف درجة حرارة وضغط وجاذبية وعدة عوامل لو كنوا قلنا والله هذا عبارة عن طبقة رسوبية وحدة ما عندي مشكلة أقدر أحدث لك لكن الآن عندي اختلافات في الأفقية ورأسيا فبالتالي المعاين اللي بنون عليهم مثلا في الذكاء الاصطناعي لازم تكون دقيقة حتى أنا أقدر أقول لك أتنبه إذا أعطيهم معاين أقول له لا السرعة ستة ونصف إلى سبعة كده إلى كده فبالتالي تكون معاين لكني أقدر إيش أحدث لك بضبط على ضعها يجي كود البناء السعودي وهو خلاص المعروفة المنطقة دي شمال غرب المملكة وجنوب غرب المملكة يلقى أكثر منها تقنساتا بناء على الدراسات العلمية الدقيقة كده 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 بالشكل منطقة جدة ومكة منطقة من توسطها بهذا الشكل نأتي إلى موضوعنا الأساسي اللي طلع نطلعنا البحر الأحمر أهل البحر الأحمر بالنسبة للموضوع الجغرافية الجغرافية طبعا الجغرافية طبعا ما فيه كلام الأرض قبل ملايين سنين كانت أكبر من وضعها الحالة مئتين ضعف الآن النشاطات الزلزالية والبركانية والليتشفرية تأدي إلى تقليص حجمها الله تعالى يقول أنا ميرو أنا نأتي الأرض أنا ننقصها من أطرافها في الزلاجل والبراكين وهذه كلها أدت إلى تقليص حجم الأرض عن السابق بكثير بكم يا دكتور عفو مئتين ضعف عن السابق السابق اللي هو قبل كم تتكلم عن عندما تشكلت الأرض كانت قبل مئتين وخمسين مليون سنة إلى الآن كان مئتين مليون ضعف مئتين ضعف عن الوضع الحالي وبالتالي النشاطات هذه كلها تؤدي إلى تغيير المعالم ترجع إلى سؤالك هل الوضع الحالي بيرجع إلى السابق الضيط الآن البحر الأحمر البحر الأحمر في التقليل اللي ذكرت قبل قليل على أمتداد البحر الأحمر عندما تشكل البحر الأحمر في منطقة الضعف يطلق عليه الخدود العظيمة انفصلت الصفيحة العربية باتجاه الشمال الشرقي والصفيحة الأفريقي باتجاه الجنوب الغربي وتشكل خدود البحر الأحمر البحر الأحمر يوجد فيه خاصية تختلف عن جميع البحار في العالم واحد الشعب المرجاني الموجود فيه ليست موجود في أي مكان آخر الشيء الثاني فيه ظاهرة البقع الصاخنة البقع الصاخنة البركانية الموجودة فيه ما هي موجودة إلا فيه وموجودة فيه آيسلاند في شمال المحيط البقع الصاخنة هذه المسؤولة عن نشاطات البركانية اللي هي موجود بقع صاخنة موجودة وبالتركيز على منطقة فرسان وجنوب هنا البحر الأحمر يتسع بدقة نعطيك الآن الأرقام الدقيقة يتسع من الشمال إلى الجنوب من جهة أملج إلى أن تصل مضيق باب المندب يبدأ بثمانية مليمتر مليمتر في السنة جدة عشرة مليمتر في السنة إلى فرسان وجنوب أربعة عشر مليمتر في السنة يعني واحد ونص صانتي ونص مواثلين صانتي صانتي ونص في السنة في السنة طبعا الاتساع هذا في الجنوب لماذا؟ لأن منطقة فرسان والمناطق هذه عبارة عن منطقة نشاطات بركانية صهارة وبالتالي المناطق النشاطات البركانية تساعد على التوسع البحر الأحمر نشأ على مرحلتين ما عليش قبل المرحلتين بما أنها مناطق نشاط بركاني وفيها بقعة ساخنة مثل ما تقول متوقع أنه يظهر نشاط بركاني على السطح ظهر ظهر 2005 ظهر في فرسان الجنوب الجنوب فرسان بـ 50 كيلو ظهر القاعدة الأمريكية ظهر البركان واللي كان فيها قاعدة أمريكية وقتل فيها حوالة 8 أو 9 بركان بقعة ساخنة تشكل البحر الأحمر قبل 20 مليون سنة بعد ما تشكل نتيجة نتوقيتك الانفصال نتشكل تشكل طبقة صمكها 5 كيلو من الرسوبيات المتبخرات هذه الطبقة أي جلزال يحصل في البحر الأحمر بعد إرادة الله ما يحسون فيه بشكل واسع في الجهات هذه لأن المتبخرات هذه تمسك الإشارة ما تخليها تحجزها تحجبها عركة فبالتالي سبحان الله اللي في البحر الأحمر فيه نشاطات وفيه بقع ساقنة وفيه وفيه لكن الزلاج اللي فيه ما هي نشطة ما هي نشطة الحمد لله لكن إذا أنا أنظر أنظر الآن أستقرأ المستقبل إيش كنت أنا قبل شوية تبسى واحد من نمتر معناها معناها أن البحر الأحمر بيلتصق مع الخلج العربي بعد أربعين مليون سنة نرجع إلى أن منطقة الشبه الججال العربية ترجع إلى بحار بحر كامل من جديد بعد أقضبية أستأذنك نعيد المعلومة هذه الآن مع التوسع اللي يصير في البحر الأحمر بمقدار سانتي ونصف سنويا متوقع على حسب كلامك أنه بعد أربعين مليون سنة يلتقي البحر الأحمر والخلج العربي وتصير منطقة محيط مثل ما تريد تذكر أنه محيط منطقة محيط ما يقولون الآن البحر الأحمر محيط صغير طيب كيف يصير محيط هو فقط ما تبني على الشق اللي طولة تسعة مثل اللي حصل في جنو عندما ضيق باب المند تقول محيط لا أنت الآن تمشي على التوسع هذا الالتقاء ممكن يلغي مناطق أو مدن خلاص تصير منطقة بحرية بالكامل وبعد كده يطلق عليها إيش كلنا في البداية اسمها بانجية يطلق عليها بانجية التيما هذا النظرية الجديدة اللي تقول أن المنطقة دي كلها بتنتجه بالشمال وتصير قارة واحدة ترجع قارة واحدة من جديد في الشمال وإش القارات اللي بتندمج كلها القارات كل تندمج أمريكية سمالية والجنوبية تندمج مع بعض والصير قارة واحدة في الشمال أفريقا وآسيا وهذه مع أشترالي والصير قارة واحدة وكلها باتجاه القطبة من التجمد الشمال محل القارة اللي اسمها بانجية هذه كلها فرضيات وتعود الكورة الأرضية إلى قارة واحدة قارة واحدة نعم يستطلق عليها الآن كان يسمها بانجية يسمونها الآن بانجية التيما هذه المبريات الآن اللي تعمل الجامعات ولكن لا تبني على دقتها نعم طب دكتور التوسع اللي صار في القارات من قارة واحدة إلى سبع قارات صار لأن القارة هذه وحدها تقسمت ولا لأن حجم الكرة الأرضية زاد القارة نفسها تقسمت على نفس مساحة الكرة الأرضية وتشكلت بينها المحيطات والبحار طيب عندنا هنا في السعودية يعني بعد هذه الأربعين مليون سنة إذا التقى البحر الأحمر بالخليج العربي إلى وين بتوصل المياه إلى أي مناطق بخريطتنا الحالية يرجع المنطقة كلها بحرية بالكامل تصير كلها منطقة بحر كامل كل السعودية وكذلك أفريقيا مع أوروبا المنطقة التصادم تصير كتلة وحدة وتتجه للشمال هذه الآن أنا أعطيك نظريات العلمية لكن ليس الدقيقة مثل ما بكرتك قبل قليل الدقة فين تبدو في الحاجات التي تشوفها نحن نتعامل مع بوهر تحت سطحية بناء على معلومات ومعايير لكن الدقيقة في الموضوع اللي هو الأرقام التي أعطيتكها 14 مليمتر و10 مليمتر و8 مليمتر هذه الدقيقة لأن نحطين جي بي أس في اليمين على شرق المملكة وغرب المملكة وتعطينا أرقام دقيقة أخيرا يا دكتور برجعك الموضوع الزلازل اليوم إذا طلع واحد مثل ما شفنا مثلا في العالم الهولندي إذا ما خالت يتعبيره غيره ويقول أنه فيه زلزال بيحصل في اليوم الفلاني أو يومين إلى ثلاثة هذا توقع علمي صحيح أو اللعبتي لا هذا التوقع ما هو التنبه هو ما تنبه هو قال لك عاجلا أو مآجلا ما هو غلط ما عندك مشكلة لكن ليس التنبه التنبه أن يعطيك المكان والزمان بالدقة متناهية وعلى بولا أقول للجهات المعنية اعملوا أخلاق لأني أكدت لك بنسبة مئة في المئة دكتور شكرا جزيلا لك كل حبورك معنا فيها حلق شكرا جزيلا للدكتور عبدالله العمري حوار معرفي تثقيفي جيولوجي واسع ومثير ومثري جدا شكرا للي تابع هذه الفقرة بنروح إلى فاصل وبعد الفاصل نلقاكم في موضوعنا الأخير سيدة أمريكية تقرر أن تدرس ماجستير علم النفس في جامعة الملك سعود وتتحدث اللهجة السعودية بطلاقة خلوكم قريبا هياكم الله مجددا في أهلا هايدي سيدة أمريكية قررت قبل أقل من سنتين تحديدا سنة وثمانية أشهر من الآن أن تكمل دراستها للماجستير في السعودية وتحديدا في جامعة الملك سعود في تخصص علم النفس هايدي تتحدث اللهجة السعودية بشكل أستطيع أن أقول عنه أنه جيد حتى الآن قياسا بالفترة الزمنية الموجودة فيها حبها للسعودية للهجة السعودية للثقافة السعودية قرارها أن تأتي لتكمل دراستها في المملكة العربية السعودية كل وراء قصص وحكايات تستحق أن تروى ولذلك هايدي اليوم تشرفنا في استوديو ياهلا ضيفة كريمة علينا في قناة روتانا خليجية وفي برنامج ياهلا أستاذ هايدي مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة شكرا تشرفني خرصة سعيدة خليني أتكلم في البداية عن قرارك متى قررتي أنك تجي تدرسي في السعودية وليش طيب من زمان كنت حدفي كنت حلمي أعيش في سعودية وشغل هنا وأدرس هنا ليش بصراحة ما أدري بس أحب ثقافة أحب اللغة وأحب ثقافة محافظة هنا في سعودية طيب اللغة أنت تعلمتها من قبل اللغة العربية إجمالة ما هي اللهجة أنا دراست طيب أنا شفت كل مستوصلات سعودي قبل جيتي لسعودية وشفت ياهلا على فكرة يعني لغتي كان شغفي بس تعلمت أكثر بعد وصل في سعودية أكيد لحظة هذه النقطة تهمنا أنت شفت ياهلا لما جيت لسعودية أو شفت في أمريكا؟ في أمريكا شفت في يوتيوب في يوتيوب آه في اليوتيوب شفت كل مستوصلات طيب إيش اللي جابك لياهلا والمسلسلات يعني كيف فكرتي أنك تشوفي مسلسل سعودي أو برنامج سعودي طيب طيب هذا سؤال مهم علي يعني عشان أصحابي وأنا في أمريكا أنا كنت وحين كمان أنا مترجمة بلغة إشارة لناس سم وناس سم في سعودي كثير منهم هنا ويدرسون في أمريكا ويروحوني إلى أمريكا وأنا كنت يعني شجعوني منهم عشان يروحوني إلى هنا يعرفون لغة العربية ولغة إشارة سعودي بعدين في أمريكا يعرفون لغة إنجليزية يتعلمون لغة إنجليزية ولغة إشارة أمريكا وكل الناس قالوا لي هيدي أنت مجنونة كيف تدرس في العربية في عمل نفس في سعودي مستهل بس عشان أصحابي شجعوني أنا قلت لا أنا أقدر إذا يقدر يسوون أنا أقدر إن شاء الله طيب وقررت أنك تدرسين الماجستير في علم النفس هنا اليوم الماجستير اللي جالسة تدرسينه أنت تدرس في الصرف وفي القاعة اللي فيها الطلاب والطالبات السعوديين اللي ينشرح فيها بالعربي ولا لا يعني فيه قاعات للحديث بالإنجليزي لا كل شيء كل برنامج في العربي كل بنات السعوديين وبعدهم من كويت وماكن ثاني بس يعني أكيد أنا عندي دعام كثير من قسم علم النفس في جامعة والدكتوريين يعني طيب أنا قلت في المقدمة أنه أنت جيتي تقريبا من سنة وثمانية شهور إيه بضبط من سنة وثمانية شهور صح خلال السنة وثمانية شهور إلى الآن هايدي إيش اللي شفتي في السعودية؟ إيش الصورة والفكرة الموجودة عنديك عن السعودية؟ طيب شفت كل ماكن في رياض ليس كل ماكن بس أحب رياض أكيد وراح سفرتي لقسيم أحب قسيم سفرت شرقية وجدة العلا العلا بس أبغى أروحي لحائل والجنوب ما رحت لسا حائل والجنوب حائل وين؟ جنوب الحائل والجنوب إيه جنوب إن شاء الله تروحيها وتشوفي طيب إن شاء الله يرى اللي شفتي في المجتمع السعودي في الثقافة السعودية إيش أكثر الأشياء اللي جذبتك أو لفتت انتباهك إلى الآن؟ أكثر الأشياء اللي حبيتيها إلى الآن أوكي طيب زي قلتك يعني أحب ثقافة سعودية والقيام القيام السعودية مننا السعوديين عشان أعائلات كبير هنا والقيام ثقافة محافظة وخصوصاً زي قلتك أنا تعلم لغة العربية من مستصلاة وأثلام سعودية سعودية وأحب أفلام ومسلسلات يعني محفظة أكثر من غرب وأحس في تأثير في مجتمع في هذا الشيء في تأثير في تأثير كيف؟ بس إذا تسمحي لهايدي بعد إذنك بس أقول للمشاهدين أنه هي تقصد بكلمة القيام القيم القيم السعودية شكراً شكراً لستمر على عشان لغتي بالعكس يعني سنة وثمانية شهور وتتكلمي بهذه الطريقة أنا أشوفه شيء محفظ إيش اللي حبيتي من من الثقافة الموجودة من التأثير اللي موجود اللي أنت تشوفينه وتعيشين معه بشكل يومي طيب شوف أنا قد كده في هسابي تيك تاك يعني بس عندنا خلايا العسبية في دماغنا مير نوران زي مرة مرة خلايا العسبية مرة إذا أشوفك وعندك شيء فيك أنا بيحس قليل نفس الشيء عندك وإذا أشوف أفلام ناس في أفلام في تأثير علي وفي تأثير في المجتمع أفلام وكل شيء نشوف هذا عشان أحب ثقافة محفظة عشان هذا التأثير في المجتمع يعني كيف أشرح في العربي بس أنا شوف في أمريكا كيم في أمريكا وفي سعودية في تأثير في المجتمع وحنا يعني كل الناس كويسين وكل أماكن أمان يعني ماضي كيف أشرح كلميني على فكرة كل الأماكن أمان شرحيلي عنها إي إي أحس يعني هذا شيء كنت عجبتني في سعودية قبل جيتنا أقدر أمشي في أي ماكن يعني إذا أي شيء صار عليه أحس أقدر أثق ناس ما حس خايفة يعني تميل عبد يعني حياك الله بيننا وإن شاء الله تقضيني يعني وقت جميل طبعا ما عليش بس أنا بالمشاهدين أنا لما أقول لها حياك الله بيننا وإن شاء الله تقضيني وقت جميل لأنه من أول ما تواصلنا مع هايدي وهي تتواصل معنا بنفس ثقافتنا شكرا إن شاء الله الله يعطيك العافية بنفس الثقافة هايدي اليوم لما تتكلمي مع أصدقائك اللي في أمريكا مع أهلك مع الناس اللي تعرفينه في أمريكا إيش تقولي لهم عن السعودية دائما نقول لهم شيء إيجابي عن السعودية عشان يفكرون بس شيء صلبي من أخبار في أمريكا ودائما نقول لهم الاقتصاد في السعودي كويس يعني في أمريكا موجود ناس بدون بيت بدون أعائلات بيت هنا في سعودية كل ناس عندهم دعاء من حكومة يعني وكل ما كان يعني أمان والتطور السعودية كثير وأقول لهم يلا تعال تشوف سعودي كويس مرة عاجيب التطور السعودية الحين إيش الفكرة اللي كانت موجودة في بالك وأنت في أمريكا ويوم جيت السعودية شفتيها العكس يعني ما هي مثل التصور اللي موجود ما علي الأفكار اللي موجودة عندك أول قبل ما تيجي للسعودية في أمريكا من الإعلام من غيره أفكاري أي ولما جيتي هنا السعودية شفتيها مختلفة بصراحة لكي كان عندي أسحاب سعوديين قبل جيتي للسعودي وكنت هدفي أروحي للسعودي درست كثير عن تلقى في سعودي بس من زمان من زمان في حياتي أتذكر مرة أولا قابلت الحرمة السعودية وحست شخصيتها عجيبة علي عشان هي لطيفة يعني هذا ما عارفت شيء كثير عن سعودي بس ناس قالوا لي شيء سلبي بس بعد شفت الناس سعوديين غيرت أفكاري حس ناس سعوديين مرة كويسين يعني وبعدين حسيت معنا حسيت شغف تعالم اللغة وثقافة يعني في مواقف معينة صارت لك في السعودية بتعاملك مع الناس في الجامعة في الشارع في الأسواق يعني أكيد أكيد مدري إيش أشرح في هذا مدوع يعني أنت دائما تتكلمي على موضوع الأمان هذا ممتاز موضوع المساعدة الناس كيف شفتي لما تحتاج مكان لما تحتاج شيء شوف يعني ما أدري كيف الشراح في العرب صراحة بس في أمريكا الثقافة الافراد بس هنا في سعودية المجتمع يركز في مجتمع وعائلات يعني هذا مرة مختلف وفي كل الثقافات في شيء سلبي وإيجابي بس حس الثقافة يركز في المجتمع أحسن الشيء الإيجابي اللي شفتي في السعودية هو الأكثر ولا السلبي أكيد أكثر طيب صراحة أحب سعودي ما أبغى أرجع أمريكا إن شاء الله أحب سعودي حياتي في سعودية إن شاء الله الآن لك سنة ثمانية شهور وتدرسي دراست كم مدتها سنة تقريبا باقي سنة طيب إيش أفكارك بعد السنة بعد ما تنتهي السنة إيش اللي تفكري فيه شغفي على المنافس أو أكيد شغفي لغة العربية بس شغفي ثاني على المنافس أحب سعادة الناس وخصوصا أنا يعني أحب تحليل أشخاص وحلول للمشاكل للناس بس أبغى عشان كنت في حياتي ممكن صراحة ممكن صاحب أجي سعودية كنت مرة مرة صعب وكل ناس قلولي وأعيلاتي قلولي ما تقدري يعني مستهيل وأنا بكيت وكنت سعاب وكنت يعني مهم علي سعاد الناس كيف يتوصل في حدفهم في علم نفس أو بطريقة علم نفس جميل أتمنى واضح أنه علم النفس يساعد الناس على الوصول لأهدافهم حدفي يعني ساعد الناس بيكون كمستشارة يا رب يعني أنت تفكري أنه بعد نهاية الماجستير ستبقى في السعودية إيه إن شاء الله لا ترجعي إلى أمريكا أكيد لا أكيد هذا سعودية قلبي يعني روحي سعوديا والهين أنا كمستشارة لتطور شركات جديدة في السعودية بعد أخرج من جامعة ممكن تغير حدفي شوي بس أحب سعودية خلاص تفكري أنك تكملي دراسة دكتوراه مثلا ممكن لا أدري صراحة ما أدري طيب كيف كيف شفتي مستوى ودرجة ألفل التعليم في السعودية في الجامعة ما فكر في موضوع صراحة يعني كيف يعني جيد كويس أفضل أفضل من اللي أنت توقعتيه والأقل كيف بالضبط طيب ما أدري بس بيقول لك يعني الناس كثير يسألوني ليش تدرسين في سعودية عشان عندك فرصة تدرسين في أمريكا بس أنا أدراس في أمريكا وأنا أدراس في بريتانيا وخبرة هنا أدراس في سعودية أنا عندي رأي من ثقافة ثانية في مجال علم نافس هذا مرة مهم في مجال علم نافس وحس صراحة يعني برنامج هنا في جامعة ملك سعود عجيب مرة نفس برنامج في بريتانيا صراحة إذا اللو أحسن ويمكن أحسن طيب لغة الإشارة أنت باقي متواصلة معها وكذا أحب لغة إشارة كيف نقول بلغة الإشارة شكرا شكرا وهذا كيفك ووش اسمك بس هذا لغة إشارة سعودي مختلف من لغة إشارة أمريكا مرة مختلف أنا أتعالم لغة إشارة سعودية الآن جميل طيب هناك معنى فيديو لك من الفيديوهات التي نشرتها كنت تتحدث فيها عن وجودك في السعودية تسمحيننا نعرض الفيديو ونسمع تعليقك نشوفه يلا دائما الناس يصلوني متى بترجعين أمريكا متى بتسفرين وين بتروحين للإجازة عيد حبيبي أنا أتكن في أحسن مكان في كل دنيا ليش أطلع ليش ينفع يعني أبي أجلس هنا أكيد إذا بتسفر للإجازة هذا كويس يعني كويس لدماغك كويس المرونة عاسبية عليك ما شاء الله بس أبغى أشوفه ماكن في سعودية ممكن نروح إلى جنوب وشرقية وماكن هنا لكن لا أبغى أسافر بعد أن أرى كل ماكن في سعودية ممكن تفكر في موضوعه بروح إلى إجازة مبطويل برسعودية هايدي واضح حبك وانسجامك مع السعودية أحب السعودية طيب على مستوى الثقافة السعودية في اللبس في الأكل في الموسيقى الميوزيك وغيرها ما هي الأشياء التي أحبتها كل شيء صراحة كل شيء بس إذا تشوف إذا الناس يشوفوني في هسابي في تيك توك يعرفون أنا أحب كرشي في ثقافة هنا صراحة غاني وأكل كرشي طيب بالنسبة لللهجة لما جئتي هنا تحسي أن كل الناس التي تتكلم معهم يفهمونك وتفهمينهم أو باقي في صعوبات في موضع اللهجة في بداية بعد جيت كنت سعى بتوصل معنا سعشان ضغطي ما بزي الحين أحسن وأنا مو بيتلاقى لس يعني لازم أتحسن كثير أنا أمرسة كل يام أتذرف كل يام بس أحس هذا محيم لما جئت عشان جئت حالي يعني ما كنا عندي دعم كثير بس من أسحابي وكنت محيمة عليه التوصل مع الناس جميل يعني الآن الآن الدروس اللي في القاعة في الجامعة الشرح اللي بالعربي اللي دروس علم النفس تفهميه بالكامل يعني كم نسبة توقع ثمانين من مئة ممكن يعني تعمل على الموضوع أنا كل يوم عندي قائمة في سبردشيت قائمة كثير للكلمات عشان أعلم نفس صعب صراحة بس هذا الشغل في يعني يا سلام جميل طبعا بس أوضح شغل للمشاهدين أنه أحيانا يعني أنا أقول كلمة كده فيها مفتاح بالانجليزي أو هايدة تقول كلمة مفتاح بالانجليزي علشان نساعد بعض في فهم السؤال والإجابة اللغتها لسه ما كتملت مية في المية اللغة العربية بسألك هايدي كنا نحكي على فكرة الاهتمام بالمرأة بالأطفال بحقوق الإنسان إجمالا في السعودية وكنت تمدحي الشيء اللي أنت شايفته يعني إيش اللي شفتي وأثار إعجابك يعني في هذه الأمور في السعودية بصراحة الهيومين رايتس يا جمالا في السعودية يعني ممكن طويل ممكن سألني مرة ثانية الآن إحنا كنا نتكلم على اليوم الاهتمام بالمرأة في السعودية الاهتمام بالأطفال في السعودية وجود مسكن وجود أمان في المجتمع إجمالا وكنت تقولي لي أنه هذه من الأشياء اللي أعجبتك كثير في السعودية وأنه مقارنة بالبلدان اللي أنت زرتيها أمريكا وغيرها أن السعودية متطورة كثير في هذا الجانب أي أكيد يعني شوف أنا ما عيشت في سعودية من زمان أنا سفرتي لسعودية مرة أول في 2019 تقريبا أو 2018 2019 شوفت يعني في بداية التطور السعودي بس ما عندي خبرة من زمان وأعرف يعني أنا مو خبرة في هذا الموضوع بس أشوف الآن في سعودي يعني كل شيء كويس يعني للنساء للأطفال يعني يعني صعب علي أشرا بس خبرتي في أمريكا وخبرتي في سعودية عشان أنا نساء حرمة كويس في سعودية ممكن أحسن وممكن نفس في أمريكا سراها بس التعليم الهلث الصحة أي صح هذا يعني عشان في أمريكا دائما يتكلمون عن حقوق الإنسان صح ويفكرون ما في سعودية بس بالعكس يعني في أمريكا عندهم مشاكل كثير ودائما نقول الناس أمريكين يركز على مشاكل حقك يعني وشوف شيء كثير جابي في سعودية يعني ما أدري كيف أقول في العربي ما عليش بس في أمريكا غالي مرة إذا أروح إلى مستشفى ما أقدر أدفع يعني غالي بس هنا أقدر يعني هذا حق كالإنسان يعني أتمنى واضح ما عليش شكرا لصبرك واضح واضح وإحنا قلنا من البداية على موضوع اللغة وبالعكس كل اللي تشرحين واضح ومفهوم أخيرا هايدي اليوم إذا في رسالة من عندك أنت كلمة تقوليها للناس اللي تعرفيهم في أمريكا عن السعودية إيش تقولي لهم ما فهمت كلمة ستقوليها للناس اللي في أمريكا من التجربة اللي تعلمتها في السعودية إيش إيش المسج إيش الرسالة اللي ستقوليها لهم تعالوا للسعودية تعالوا يتعلموا من الثقافة هنا يعني وكيف تطبيق شيء إيجابي في ثقافتهم جميل وكيف يتعلمون شيء إيجابي في ثقافتهم طيب قلت على موضوع الأمان في السعودية قلت على موضوع التعليم والدراسة والجامعة إيش غيرها من الأشياء الإيجابية اللي أنت شفتيها إلى الآن أحب حياة أحب مخيم أحب برا يعني وأحب إذا أمشي في ليل في أمريكا مرة مختلفة إذا أمشي في شوارعة في ليل بتشوف شيء مختلف بس هنا في سعودية أشوف أشوف أعيلات يجلسون مع بعض والجو حلو وحضو أحس سلام داخلية صراحة هذا أحب هذا شيء أحب مرة رحيبة جميل سلام الداخلي هايدي شكرا جزيلا لك شكرا 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 لصبرك علي لا بالعكس أنا مو بس صابر أنا حقيقة أني مستمتع وشاكر ومقدر أني قبلت هذه الدعوة وأنك جيت إحنا قلنا مسج لأمريكا المسج الأخير اللي تقوليه للسعودية إيش تقولي للسعودية مسج أخير رسالة أخيرة للسعودية بس شكرا وأتمنى بمستقبل ما بتغير القيم وثقافة محفلة شكرا لك هايدي شكرا لحضورك معنا ونشوفك ونلقاك في لقاءات قادمة إن شاء الله شكرا جزيلا أنا أشكر هايدي كثيرا حقيقة على حوارها على لقاءها على تحديها في موضوع تجاوز اللغة يمكن إحنا وهايدي تواصلنا من فترة يعني فريق البرنامج مع هايدي وقررنا أنه نعمل الحلقة وفي كل مرة نحاول أن الأسئلة تكون واضحة أنه الإجابات تكون واضحة الحوار تتفرع منه أسئلة كثير لكن هايدي حقيقة استطاعت أنها تجاوب أرجع وأقول اللي قلته في المقدمة أنه هايدي لها في السعودية سنة وثمانية أشهر يعني هذه السنة والثمانية أشهر استطاعت فيها أن تتعلم اللهجة السعودية بشكل جيد خلاف ما تعلمته سابقا في أمريكا وهي تتمنى وتحلم أن تقضي بقية حياتها مستقبلة في المملكة العربية السعودية أهلا بها وشكرا لكل من تابع هذه الفقرة وهذه الحلقة من يا هلا غدا يتجدد معكم يا هلا ليصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل سابقا في أمريكا اشتركوا في القناة